النهاردة هنحل مشكلة حدث خطأ حول مرة اخرى في تطبيق بنتارست والمشكلة دي ظهرت لي انا كمان فيالله بنا نحل المشكلة دي السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناتي ياسمين عشور نهاردة كده هقولك ازاي نحل مشكلة حدث خطأ حول مرة اخرى في بنتارست طبعا المشكلة دي جات لي بس ما كانتش حصلت معي فما كانتش ينفع ان انا نعمل اي حاجة غير لما تكون تحصل معي انا شخصيا فببدأ ان انا اعمل عنها فيديو علشان يبقى الكلام مقصوك منه بقى فيارت ابن ابدأ اشرح النهاردة هتعمل لايك الفيديو دي لو انتشوف قناتي تعمل الاشتراك في القناة وهسيب له قيمة تشغيل تطبيق بنتارست في تعليق مسبت بتضغط عليها يمكن يكون في فيديو انت محتاجه في التطبيق ده فيالله بنا كده نروح مع بعض يا ريت منساش اللايك لان بيفرق معي جدا وعندك اي سؤال اكتب لي في التعليقات هنروح كده مع بعض على لو جده نفتح هنلاقي ان حدث خطأ لو جده نخرج وندخل تاني هيقول لي خلاص مع ذرا حدث خطأ ما حاول مرة اخرى غير مسموح طيب كل اللي علي انا بقى اضغط على اي حاجة بتجي لي الكلمة دي خطأ حدث خطأ حاول مرة اخرى حدث خطأ حاول مرة اخرى كل اللي علي ببدأ ان انا ببدأ ان انا اخرج كده تمام اول حاجة بعملها بروح على متجر بلي ببدأ اضغط على متجر بلي بروح على البحث وبكتب بنترست تمام لما كتبت بنترست بضغط عليه بشوف هل التطبيق محتاج تحديس ولا لا ولو محتاج تحديس انا بعمله تحديس لاخر اصدار وبنزل كده تاني حاجة معي بنتغط ضغط الطويلة على التطبيق ومن علامة الاي دي بضغط عليها لما بضغط على علامة الاي بننزل كده على حاجة اسمها مكان التخزين وبضغط على مسح التخزين الماقب تمام يلا بنا كده نروح لنشوف المشكلة مع بعض بنبدأ نعمل فتح كده بكل سهولة وبعدين بنبدأ نروح للملف الشخصي بتاعنا وبعدين بضغط عليها نفس هي هي المشكلة طيب يلا بنا على تلات خطوة تلات خطوة ببدأ ان انا اروح على الملف الشخصي بتاعي ومن خلال علامة الترس الاعلى بضغط عليها ومن هنا بيجي لك على الاعدادات كده هنا رؤية الملف الشخصي بضغط على رؤية الملف الشخصي ومن هنا المشكلة ان الملف الشخصي بتاعك خاص فلازم ان انت تعمله عام. ببدأ ان انا اضغط كده اخليها باللون ان انتو شايفينه ده. بفتحها ان الملف الشخصي بتاعي ما يكونش خاص. انما دلوقتي اجي اعمل اي حاجة على التطبيق. بقول لي حدث خطأ احاول مرة اخر. طيب خلينا كده نرجع كده. ونروح تاني نفس المشكلة. هنشوفها ظهر اتولأ. بكل سهولة المشكلة اختفت معي خلاص راحت. انا دلوقتي حالت المشكلة وزي ما نشايفين. تمام كده. بس كده. عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات. كل اللي علي ان الملف الشخصي بتاعي كان خاص. انا اه حولته العام وبس كده. عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات. انا برد على كل التعليقات. اشوفك على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.